ترأس وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي اللقاء الخاص بمناقشة تنظيم عملية تحصيل الإرادات المحلية في مديريات المحافظة من خلال مشروع جمع قاعدة البيانات التي تولت إعدادها مجموعة كابتل الاستشارية بحضور مدراء عموم المديريات ومديري ومستشاري مجموعة كابتل الاستشارية وفي بداية اللقاء رحب الشاذلي بمدير ومستشاري الشركة وشاكرا لهم استضافة هذا اللقاء كما رحب بالحاضرين من مديري عموم المديريات مشيدا بحرصهم على الحضور ومؤكدا أن قرار تعيينهم كان أولى لبنات النية الصادقة في التصحيح والتي تبنىها الآخر المحافظ أحمد حامد لملس والذي يأتي هذا اللقاء بناء على حرصه في إصلاح الاختلالات في الجانب الإرادي وضع حد للتلاعب والفساد الذي يرافق عملية التحصيل وكانت أولى خطوات هذا الجانب مع شركة كابتل الاستشارية التي قدمت تصورها لتنظيم العمل الإرادي في ظل العشوائية التي يشكو منها الجميع وأضاف سنبدأ في اجتماعنا هذا بشرح بعض المحاول الأساسية في البرنامج والذي يعتبر شبيها بالحكومة الألكترونية ولكن يعتمد على معرفة ما يخص العلاقة بين المنتفعين من التجار والمستثمرين ما لهم وما عليهم في مسألة التحصيل والدفع المباشر للالتزامات المالية عبر حسابات البنوك المعانية وحث الجميع على التفاعل الجاد لإنجاح تنفيذ المشروع الذي سيحفظ المال العام والمصادر والأوعية الإيرادية ويضع حدا لأساليب الابتزاز والمجاملة عند عملية التحصيل